نستكمل بقية أخبارنا عن ناديا الزمالك واستقرت إدارة الكرة بالناديا الزمالك على برنامج الفترة اللي جاية حيث قررت إدارة الكرة بالقلع البيضاء دخول الفريق معسكر خارجيا استعددا لمناقشة الموسم الجاري وسيتم خلاله العمل على كل ثغرات لتطوير المعدلات الفنية والمستوى البدني للفريق وبيبحث الزمالك إقامة المعسكر بدولة أوروبية أو إقامته بدولة عربية حال أن الموضوع كان صعب إلى السفر إلى أوروبا بالتفاصيل طبعاً اللي بتخص إجراءات السفر هيكون أكيد فيه أخطاء كثير من المحللين بيوشيروا إليها داخل صفوف ناديا الزمالك ممكن تكون فترة يستجل لها الجهاز الفني أنه يتم تصحيح هذه الأخطاء وتكون العودة بإذن الله لناديا الزمالك في أفضل حال لمشاركته بإذن الله في أدوار بعيدة كمان من البطولة الإفريقية والمنافسات كلها يكون فيها شكل مختلف